بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين لقد تعرض خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام لابتلاءات كثيرة ومتنوعة في حياته ومع تنوعها واختلفها إلا أن قلبه لم يتأثر ولم يتغير فقد كان عليه السلام صاحب قلب سليم والمراد بسلامة القلب في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني كان شديد الإخلاص لدعوة الحق وكان عنده استعداد أن يبذل كل شيء يبذل نفسه وكل ما يملك في سبيل أن يحضى ويفوز برضى المولى سبحانه وتعالى هذا هو معنى تعبير القلب السليم القلب السليم كذلك بيفيد لاستسلام التام المطلق اللي بدون قيد ولا شرط استسلام مطلق لله تعالى لقضاء الله وقدره ولكل ما يقدره المولى سبحانه وتعالى ومعنى القلب السليم أن صاحب القلب السليم عنده سعي حثيث جاد في أنه يسلك كل السبل التي ترضي المولى سبحانه وتعالى فصاحب القلب السليم هو الذي يلقى مولاه عز وجل وليس في هذا القلب السليم شيء غير المولى عز وجل المتأمل للسياق الآيات اللي ورد فيها دعاء حلقة اليوم جوهرة اليوم ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون اللي يبص للسياق الآيات اللي جاء فيها هذا الدعاء يجد أنه لما أنكر سيدنا إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه عبادة الأصنام مكلبة حوارات وجدال كثير مع قوم يقام بإدارة حوار عقلي مقنع جدا معهم ليبين لهم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر وأنها بالنسبة إليه أعداء ليه؟ لأنه لا يعاملها معاملة الأعداء لا يعبدهم أبدا لأنهم لا يستحقون العبادة وأن المستحق للعبادة هو المولى سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء قال تعالى حكاية على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ثم كان خاتمة دعائه هو قوله عليه السلام كما قص علينا القرآن وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْمُرَدْ بِالْخِزِّ الزل يعني يا رب لا أُزَل ولا أُهَان لأن الخزي معناه الزل والهوان اللهم عصمني واحفظني من الزل والهوان يوم القيامة يوم بعث الخلائق لمحاسبتهم الله يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم ويمهى فيها أحداث رهيبة والخلائق بأكل لها الأولين والآخرين مشهد رهيب فهو يسأل ربه في هذا اليوم العظيم الرهيب لا تخزي لا أسأل كألا أُذَل ولا أُهَان فسأل الله تعالى السلامة من الفضيحة بالتوبيخ على الذنوب والعقوب عليها يوم القيامة لأن هي دي هو دا الهوان الحقيقي شوف لو إن إنسان أتى أمرا قبيحا بيحب إنه يتسطر ومحدش يشوف ما بالك بقى على رؤوس الأشهاد الأولين والآخرين الخلق كلهم والإنسان قدام الخلق كلها يتحاسب على كل صغيرة وكبيرة أمام خلق الله أجمعين فضيحة وأي فضيحة فسيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربه ألا يخزيه في هذا اليوم وده تواضع من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام عظمة الله جل جلاله ومبالغ من سيدنا إبراهيم عليه السلام في تحر السلام والنجاة في يوم شديد الأهوال إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة ولكن عذاب الله شديد وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد من شدة اليوم كأن الناس في حالة سكر فسيدنا إبراهيم عليه السلام هو يتواضع أمام عظمة الحق وجبروت الحق جل في علاه وإن اليوم دا يوم شديد رهيب لابد الإنسان يسأل الله السلام في هذا اليوم فكان هذا الدعاء جوهرة اليوم وبين كمن سيدنا إبراهيم عليه السلام العل من ورائي دعائه ولا تخزني يوم يبعثون هو ليه دعا الدعاء ده ليه دعا إنه ألا يهان وألا يذل في ذلك اليوم العظيم بين إنه في ذلك اليوم العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اليوم ده لملح ينفع صحبه ولا أولاد زرية ولا حشم ولا سلطان ولا أي شيء في ذلك اليوم لا يقي الإنسان ولا يعصمه من عذاب الله أي شيء ولو افتد بملء الأرض ومن عليها ذهبا لا يقيه ولا ينجيه إلا إذا أتى ربه بقلب سليم سليم من كل المساوئ سليم من كل العيوب سليم من كل الذنوب سليم من أمراض الشبهات كالشرك والشك والنفاق والإصرار على الضلالات لن ينجي الإنسان إلا أن يأتي ربه بقلب سليم يكون قلبه ده خالي من أمراض الشهوات زي حب الدنيا وغرورها والتباهي في هذا الغرور الناجي يوم الحشر هو صاحب القلب السليم يعني القلب ده يأما يكون سبب إهلاك العبد يوم القيامة أو إذا كان قلبا سليما يكون هو النجال صاحبه صاحب القلب السليم الخالص السالم من الخصال الزميمة المتصف بالصفات الجميلة الحميدة ألب نضيف من الحسن ألب نضيف من البغضاء ألب نضيف من الغل ألب نضيف من مقارفة السيئات وحب السيئات على طول صاحبه بينقح وبينضف وبيخلي من هذا القلب جميع الصفات المزمومة ويعين نفسه بالدعاء والاستعانة بربه وكثرة الذكر والسعي في الخير على أن يصير قلبه قلبا سليما وخص القلب هنا بالذكر لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح كلها وإذا فسد القلب فسدت سائر الجوارح وده مطلب مهم من أجل المطالب اللي يجب أن ينشدها الإنسان العاقل يعني يطلبها في دعائه ويسعى إلى تحقيقها في واقعه وذكر ابن المسيب إن القلب السليم رضي الله عنه قال إن القلب السليم هو قلب المؤمن المؤمن حقا وصدقا فإن قلب الكافر والمنافق مريض قال الله تعالى في قلوبهم مرض لذا فإن من أفضل ما نحرص عليه هو الدعاء بهذا الدعاء المبارك في هذه الأيام والليالي الشريفة نحرص على دعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون فنسأل الله تعالى نسأله دوام العف والعافي والستر بين يدي الخالق الجبار جل جلاله في يوم الموقف العظيم ليصرف عنا كل ذلة وهوان وفضيحة أمام الخلائق يوم القيامة وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو بنحو ما دعا به الخليل إبراهيم عليه السلام فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات كلما سلم كان يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة ولا تخزني يوم البأس فإن من تخزه يوم البأس فقد أخزيته يعني الفضيحة الحقيقية مش بتاعت الدنيا الفضيحة اللي حتكون في الآخرة لمن اقترف السيئات وسعى في فعل المنكرات ولم يتورع ولم يتب ولم يعد إلى ربه ولم يعمل على تنقيح قلبه وصار في أفعال الشياطين وواكبة واستجاب لخطراتهم وصار على أهواء نفسه ده اللي ما اشتغلش على نفسه ده هيبقى قلبه سليم؟ لا فضيحته ستكون عظيمة يوم القيامة لأنه مش واحد واثنين وثلاثة قدامهم لا ده الأولين والآخرين يشهدون حساب كل واحد منا ثم من متمات دعاء ولا تخزيني يوم يبعثون كما ذكرنا من قليل الحرص على سلامة القلب كل ما يجي وارد مش كويس على قلبك على طول وارد الشيطان يستعيد بالله من الشيطان الرجيم هوى نفسك بيوزك تعمل حاجة تفكر في شيء منت بتبتدي فكرة وبعدين تعمقها أكتر بمزيد من التفكير والتدبير لتنفذها وبعد كده تلاقي نفسك مشيت في هذا المسلك غير المحمود إلحق نفسك على طول احرص على سلامة القلب مع الدعاء بهذا الدعاء على طول شفت حد دايقني ما تخليش الغيز يمتلكك وتبتدي تنطلق بليسانك بألفاظ مش كويسة ما تخليش الغضب يمتلكك فيخليك كابت معاني مش كويسة وصفات مش محمودة في قلبي كل دا بيعكر صفاء القلب وبيجعل لدى العبد قلبي غير سليم وإحنا عايزين القلب السليم لأنه من تتمة هذا الدعاء إن أنا أسعى إلى سلامة القلب كل معنى غير محمود ابعده عن قلبك طب أنا ساعات ما بقدرش استعن بالله ولا تعجز لأنه سلامة القلب هي سبب نجاة العبد سبب النجاة بين يدي الله يوم القيامة ومن أهم ما نختم به شهر رمضان المبارك وإحنا في أيامه الأخير إن إحنا نختمه بقلب سليم صحيح يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى من أحكام الصيام إن إحنا بنمتنع عن أشياء هي في أصلها حلال الطعام الشراب وغير هذه الأمور عشان يدربنا إن الإنسان يكون عنده إرادة قوية يستطيع بها إنه يوجه نفسه إلى فعل الخير فإذا كان أنت بتمتنع عن الحلل فمن باب أولى أن يمتنع الإنسان عن المحرمات والعاقل عليه أن يختم هذا الشهر والمعنى ده يقذ متقد في قلبه وعقله أن نختم الشهر بقلب سليم صحيح ولأنه آكد في هذا الشهر المبارك أن نسأل لله سبحانه وتعالى نتعوذ من النار ونسأله الجنة ومما يدفع بالإنسان ويسلك به مسالك وسبل السلام إنه يحرص على القلب السليم الصحيح أن يكون سلم وسالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى يكون سالم القلب من كل شبهة تعارض الوحي الشريف القلب السليم هو الذي سلم من عبودية ما سوى الحق تبارك وتعالى صاحبه أخلص في عمله لله إن أحب أحب لله مش لأغراض مش بنعرف بعض عشان مصالح لا إن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله لما بلاقي شيء ما بيعجبنيش من إنسان أنا مش بكره الإنسان أنا أكره الفعل غضبا لله فارق وإن أعطى أعطى لله مش عشان الناس تسني عليه وإن منع منع لله إن العبد يكون رباني في كل حركة وفي كل تصرف هو بيعمله في حياة طبعا مع الانقياد التام لكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيّن لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم منزلة القلب بنباقي الجوارح فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لأن القلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى أنت ممكن تسعى في خيرات كثيرة لكن العبرة بما تضمره في قلبك إن كانت الناس بتشوف وبتبص وبتتعامل معك على أساس تصرفاتك الخارجية إلا أن الله سبحانه وتعالى موضع نظره قلب العبد فليحرص العبد على نقاء وصفاء هذا القلب وكما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأساس الإخلاص قلب الإنسان المؤمن قلب الإنسان قلب العبد لذا فسؤال الله القلب السليم يعني الدعاء بإن إحنا نوفق بإن تكون قلوبنا قلوب سليمة هو مطلب مهم من مطالب النبي صلى الله عليه وسلم ومطلب مهم حضنا عليه القرآن الكريم من خلال هذا القصص الذي يقصه على المؤمنين والمؤمنات ومطلب مهم لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به في دعائه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم آمين